أبطال تلت سنة وعشرين اتنين وعشرين هنشوف ان شاء الله مع بعض أهم جمل القواعد وكما وردت فيه كتاب المفاهيم داليا always نقط hear parents when they are busy نخلي بالنا زي are busy هنا في زمن المدارع يبقى helps مدارع بسيط always في المدارع تبقى بتدل على المدارع البسيط عادة متكررة دائما تساعد والديها عندما يكونوا مشغولين يبقى helps وداليا مفرد الفيرب بيكون مضاف له is اتنين سهيلة always نقط hear parents when they were busy كانوا مشغولين يبقى الكلام على الماضي يبقى always هنا تعبر عن التكرار في الماضي يبقى always helped دائما كانت تساعد وهنا تساوي used to زائد المصدر عادة في الماضي تلاتة علياء is always دائما نقط by her mom نخلي بالنا by her mom تعبر عن المجهول بواسطة والدتها علياء نقط بواسطة والدتها عندما يكون شهاز لطف homework يكون عندها واجب كتير يبقى تساعد يبقى ال is يأتي بعدها baby تصريف ثالث الفيرب يبقى helped تساعد بواسطة والدتها عندما يكون لديها كثير من الواجب أربعة the young نخلي بالنا young دي صفة لما تسبق الصفة بذا تعبر عن كل أفراد الصفة وتعامل معاملة الجامع طيب يبقى the young تعامل معاملة الجامع يبقى number a و b رقم a و b مش هيكونوا معنا في الاختيارات لأنه does للمفرد و hasn't للمفرد يبقى بقى معايا didn't talk و aren't talking to each other on the phone these days الشباب أو صغار السن لا يتحدثون مع بعضهم هذه الأيام على الفون هذه الأيام مضارع يبقى أنا هستبعد كمان didn't talk و هتكون الإجابة بتاعتي aren't talking لا يتحدثون على الموبايل هذه الأيام نخلي بالنا الإجابة بتكون من معطيات الجملة خمسة why not so much noise لماذا نقط هذه الضوضاء really it's too annoying إنه أمر مزعج و it is هنا في المضارع يبقى نخلي بالنا يا جماعة إن أنا هقول why بيأتي بعدها مساعد يبقى number c مش هتبقى موجودة معي في الاختيارات why was he making مش هتنفع برضو رقم a ماضي مستمر لأنه الإجابة really it's annoying إنه شيء مزعج الآن يبقى الماضي مش هيكون معي إجابة سليمة بي is he making برضو مش هتكون إجابة صحيحة is he make مش هتكون إجابة صحيحة لأنه بعد الإز إما يأتي إز فاعل إما بي بي تصريف تالي تبقى مجهول أو ing تبقى في الاستمرار إبقى الإجابة السليمة is he زائد the ing is he making is he making okay number six that pencil has a column no cut to me can you give it back to me please ممكن تعيده ليه هذا القلم نقط to me يخصني طيب الفعل يخص بي لونج في الاختيارات زي ما احنا ما شايفين من الأفعال stative التقريرية أو أفعال السبات والسكون لا يستخدم في الاستمرار يعني ما ضفلوش ing وإنما يستخدم في المدارع البسيط present simple يبقى ذات pencil مفرد هياخد بي لونج س to me يخصني اوكي رقم سبعة اي نقط my english teachers difficult questions انا نقط متعود على اسئلة صعبة لمدرس الانجليش طب انا متعود خلي بالك used to يأتي بعدها مصدر هستبعدها اي بي used for بمعنى يستخدم لكي قبلها لازم يكون في verb to be وبعدها كمان ing برضو هستبعدها didn't used to لم اعتاد ان بيأتي بعدها المصدر وانا عندي my english teachers difficult questions difficult questions دناون اسم يبقى amused to انني معتادة على وamused to تعبر عن عادة مدالة في الحاضر او شي انا متعود على القيام به وليس غريب علي ويأتي بعدها اما ing او اسم verb مضاف له اي اين جي او اسم وهنا عند الاسم difficult questions تمانية she can't get used to get used to بالظبط كأنها бы used to يعني get لgrow become be used to يأتي بعدها هما ing او noun طيب هي لا تستطيع ان تعتد على for such large company مش قادرة تتعود على العمل لهذا الشركة الكبيرة طيب used to قلنا يأتي بعدها ing بقى بي اجابة صحيحة طيب كمان Work ناون اسم على العمل يبقى الإجابة السليمة A and B طب خدنا ليه A and B لأنه ممكن يأتي بعد ال-be used to أو ال-get used to إما ناون A Work عمل A working verb مضافل ING نشوف تسعة مع بعض He used to be a taxi driver اعتاد أن يكون سائق تاكسي Now he نقط نخلي بالنا He used to اعتاد أن في الماضي طب ال-verb اللي بعد to يدل على الحالة be إذا كان be فبقى أقول الآن لا يكون يبقى اعتاد أن يكون taxi driver يبقى الآن لا يكون لأنه العادة توقفت يبقى لا يكون إيه isn't طب إذا كان بعد used to verb عادي فعل حركي أو فعل action أو أي verb غير بي ما بيصفش الحالة يعني مثلا he used to walk he used to smoke he used to study he used to watch he used to أي فعل عادي غير بي يبقى أقول إيه now he doesn't ولكن لما يكون عندي verb to be يبدل على الحالة يبقى النافي now he isn't أوكي my father used to smoke but now he نشوف هنا used to بعدها فعل عادي smoke يدخن فعل في حركة يبقى now he doesn't حتى وإن كان فعل تقريري ولكن بخلاف be بخلاف be بستخدم doesn't هنا للنافي يعني العادة توقف 11 my dad not live in zkazik when he was young لما كان صغير كان بيعيش في الزkazik لما كان صغير كان بيعيش في الزkazik he has a lot of old friends وعنده أصدقاء يبقى هل هو didn't use to live لم يعتاد نمبر دي طبما لو لم يعتاد ما كانش به عنده أصدقاء طيب was used to عايز ing أو verb عايز verb مضاف له ing عايز verb مضاف له ing أو نون طب used بس ما تنفعش عايزة to يبقى did طب استخدام did هنا زائد live ده تأكيد للماضي تأكيد للماضي تأكيد الفرب يعني مثلا أنا أحب مصر أقول i do love Egypt i do love Egypt طب i did live i أنا عشته وده تأكيد للماضي نشوف 12 مع بعض did you go to the party هل ذهبت إلى الحفلة no i نقط المفروض لو أنا هكتب محادسة مثلا أنا أقول no i didn't no i didn't أنا لم أذهب طب لو حبيت أخليها مجهول يبقى no i wasn't invited no i wasn't invited بمعنى no one invited me محدش دعاني يبقى no i wasn't invited لم أدعى ماضي ال i بتاخد was ومن في i wasn't invited وده سبب عدم ذهابي للحفلة اوكي number 13 13 when i نقط to school i saw a terrible accident عندما أنا نقط للمدرسة i saw رأيت terrible accident طبعا when i was walking عندما كنت سائرا إلى school i saw a terrible accident ماضي مستمر وماضي بسيط والحدث رؤية الحدثة كان هو الأقصر وتم أثناء الماشي طيب واحد يقول لي طب وين يا مستر احنا بناخد بعدها ماضي بسيط والنحية التانية ماضي مستمر ليس في كل الأحوال وفي كتب المدرسة بتاعتنا وال setbox موجودة حالات كتير وين ماضي بسيط ماضي بسيط وين ماضي مستمر ماضي بسيط وين ماضي بسيط ماضي مستمر المعنى هنا هو اللي بيحكمني في الاختيار عندما كنت ماشيا إلى المدرسة أنا رأيت الحدث الأقصر ماضي بسيط يبقى بستخدم was walking اوكي اربعتاشر although the police although the police بالرغم من ان الشرطة suspected him اتهمته بالرغم من ان الشرطة اتهمته he was able to كان قادر ان prove يثبت that he انه كان نقط when the crime was committed وين بعدها ماضي بسيط مبني للمجهول الجريمة ارتكبت يبقى قبلها ماضي مستمر he was working ازاي اثبت برقته اثبت برقته لانه كان مستمر في اداء حدث اثناء ارتكاب الجريمة يبقى ما كانش موجود في مصرح الجريمة وانما he was working كان منشاغلا بالعمل 15-15 I saw Mr.Issam رأيت Mr.Issam في المكتبة كان جالسا with Mr.Gemal نقط بوكس كان جالسا معه الرب الرب هنا بيكون في صيغة جيران reading مضافل ing يبقى he was sitting reading doing something يبقى he was sitting with Mr.Gemal reading بوكس قارئا للكتب number 16 someone next door الشخص الذي يعيش بجواري نقط heavy music all night I didn't get a wink of sleep wink هنا يعني غمضة عين او بمعنى سنة نوم او قليل من النوم فهو ما نمشي اطلاقا ليه بقى لانه كان في الماضي all night تدل على الاستمرار was playing heavy music وهي هنا بمعنى موسيقى عالية كان بيستخدم موسيقى عالية playing heavy music وكان مستمر ماضي مستمر عشان كده ما استطاعش النوم لانه الحدث كان مستمر اللي فيه ازعاج was playing 17 my family had lunch عائلتي تناولت الغداء while نقط at school بينما انا نقط في المدرسة طبعا الverb be ما ينفعش في الاستمرار هنا بعد while وانما بيبقى في الماضي البسيط فقط i was at school يبقى خلي بالنا من while مع الverb to be ما ينفعش i was being وانما i was ماضي بسيط 18 they visited the pyramids زاروا الاهرامات while نقط in Egypt while ما فيش فاعل نخلي بالنا ما فيش فاعل ازا ما كانش في فاعل بعد ال while يبقى الفرب مضاف له ing فقط 19 نقط working ing hours i have a ten minute break اثناء ساعات العمل working hours the noun اسمي بستخدم turing بمعنى اثناء 20 i apologize for not answering اعتذر على عدم الرد على your call اتصالك because i not got a shower i apologize بعتذر ان انا ما ردتش على اتصالك لان i was having a shower كنت مستمر في اداء حدث منعني الاستمرار في اداء حدث taking shower اخذ الحمام منعني من الرد على اتصالك 21 i couldn't phone my friend because i not got my phone i couldn't phone لم استطع ان اتصل بصديقي because طيب بعد because دايما بيأتي السبب السبب يصبك النتيجة الحدث الاول هو الاسبك بيكون في زمن الماضي التام والحدث التالي عدم الاستطاع على الاتصال هو الماضي البسيط couldn't phone يبس تخدم ماضي تام i had forgotten writing a lot of novels كاتبا كثيرا من القصص نجيب محفوظ اصبح famous famous as novelist طبعا نجيب محفوظ في الماضي يبقى became اصبح في الماضي البسيط 23 نقط update for school i took a taxi getting up late for school i took a taxi بسبب استيقاز ممكن اشيل جملة السبب واستخدم getting up بسبب الاستيقاز متأخرا اخذت تاكسي 24 24 as soon as we saw the hotel طيب احنا بنقول as soon as بعدها ماضي تام والنحية التانية ماضي بسيط ولكن اذا كان الحدثين تم بدون فاصل زمني ممكن استخدم as soon as ماضي بسيط ماضي بسيط as soon as we saw the hotel بمجرد ان رأينا الهتل ونقط that it was a great place for a holiday we knew طبعا ما ينفعش اجيب as soon as ماضي بسيط والنحية التانية ماضي تام وانما ممكن ماضي تام والنحية التانية ماضي بسيط ولكن هنا as soon as ما فيش فاصل زمني ما بين الحدثين فاستخدمت ماضي بسيط so ماضي بسيط new عرفنا ان it was a great place كان مكان رائع او مكان عظيم للاجازة انا لم اغادر المكتب حتى تأكدت ان ماضي تام طيب طالما بعد till او ماضي بسيط واما ماضي بسيط منفي في صيغة المعلوم didn't زائد مصدر او couldn't زائد مصدر او اي فعلي ناقص يدل على الماضي زائد المصدر او مبني للمجهول wasn't او زائد تصريف ثالث نخلي بالنا ممكن يأتي قبل till والان till الماضي بسيط منفي في صيغة مجهول was aware زائد بي بي او wasn't او وير منفية في الماضي البسيط المنفي مجهول هنا الجملة الجملة اللي معانا i نقط the office i لم اغادر the office حتى تأكدت ان كل الابواب مغلقة 26 انشوي نقط to go out until he gets better نخلي بالنا انه هنا مش بعدها ماضي تام وانما بعدها ماضي مضارع بسيط اذا كان بعد till until مضارع بسيط او مضارع تام هز او هز التصريف ثالث تبقى مسبوكة بمستقبل منفي مستقبل بسيط منفي want زائد المصدر او want زائد بي زائد التصريف الثالث اذا كانت مجهول يبقى لنشوي will not be allowed لن يسمح له ان يخرج حتى gets better يتحسن اوكاي يبقى مستقبل بسيط والمستقبل بسيط هنا في صيغة المجهول نخلي بقى نتل و until اذا كان بعدها ماضي تام قبل ماضي بسيط منفي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام يبقى الناحية التانية او قبل ها مستقبل منفي 27 عشرين التبكي نقط حتى عظامه حتى عظامه تشفى عنده كسور وحتى تشفى عظامه طب يبقى قبل الانتل ماضي بسيط منفي يبقى مش شرط تكون زائد المصدر وانما wasn't allowed مبني للمجهول الديبكي wasn't allowed لم يسمح له ماضي بسيط مبني للمجهول منفي لانه التل والانتل طالما بعدها ماضي تام يبقى قبلها ماضي بسيط منفي ممكن يكون في صيغة المعلوم او في صيغة المجهول 28 اتنقط until she had got permission that she left it wasn't until it wasn't until احنا عارفين تركيبة it wasn't until it was only when it wasn't until she بعدها ماضي تام had got that بربط بزت كمان it was only when ماضي تام that ماضي بسيط it wasn't until ماضي تام that ماضي بسيط نخلي بالنا من تركيبة الماضي التام والماضي البسيط باستخدام it wasn't until لم يكد انه اخذ التصريح حتى غادر المكان 29 president sada died in 1981 توفي رئيس sada 1981 before that before that before that يأتي بعدها ماضي تام ماضي تام after that يأتي بعدها ماضي بسيط لكن before لوحدها بعدها ماضي بسيط after لوحدها بعدها ماضي تام يبقى before that يأتي بعدها الماضي التام had crossed عبر the Swiss كانال قناة السويس 30 محمد نقط an English person before he met my friend before بعدها ماضي بسيط يبقى بلها ماضي تام الحدث الاسبق لم يقابل الحدث الاسبق لم يقابل شخص انجليزي قبل ان يقابل صديقي جاك no sooner نخلي بالنا 31 no sooner و hard lewis كيرسلي يأتي بعدها ماضي تام في صيغة الاستفهام في صيغة الاستفهام ونربط بزان ونحن التانية ماضي بسيط طب هل يجوز هل يجوز ان يأتي بعدها ماضي بسيط والنحية التانية ماضي بسيط طبعا زي لان الحدثين ما فيش بينهم فارق زمني نخلي بالنا جملة في غاية الاهمية كلنا هنفكر ان بعدها هاد فاعل بي بي طب نخلي بالنا من هير مش هير هير في المصدر يبقى دد يبقى دد فاعل مصدر ماضي بسيط انما ان كانت هير في التصريف التالت كان ممكن تبقى الإجابة هاد هاد فاعل بي بي نخلي بالنا من الجمل دي جمل في غاية الاهمية اتنين وثلاثين نصونر نقط هير ده في التصريف التالت يبقى بمجرد ان يبقى هاد زائد فاعل زائد التصريف التالت ماضي تام بمجرد ان سمعنا الضوضاء ثلاثة وثلاثين لانه هاد بعدها بن والناحية التانية كمان معطوف البرب في البي بي سين نقط ري بيرد نقط ري بيرد مي كار ران فاستر نخلي بالنا جملة مهمة جدا وفيها تريك طبعا ان احنا متعودين هافنج زائد تصريف تالت هافنج ري بيرد طيب لكن الجملة نخلي بالنا انها في المجهول هافنج بين ري بيرد تم اصلاحها لانه السيارة هنا مبنى المجهول السيارة اصلحة يبقى هافنج بين ري بيرد اه اصلحة السيارة مي كار ران فاستر كانت تسير اسرع خمسة وثلاثين شنقط فور فور اورز وين دا كومبيوتر بروك داون طالما هنا عندي فترة زمنية معايا وين بعدها ماضي بسيط يبقى الناحية التانية ماضي تام مستمر ماضي تام مستمر يعبر على الاستمرار بسبب وجود فور فور اورز فور فور اورز لمدة اربع ساعة يبقى كان يزاكر ومستمر الحدث يقبل الاستمرار كان مستمرا في المذاكرة عندما الكمبيوتر بروك داون تعطل ستة وتلاتين دا نقط اتش ادر فور تين يورز بيفور زي بيك بيرانس هم نقط بعضهم البعض لمدة عشر السنوات قبل ان اصبحوا اباء هاد نون ماضي بس ماضي تام هاد نون ماضي تام طيب الفارق ما بين خمسة وتلاتين وستة وتلاتين خمسة وتلاتين كانت نفس الفكرة في فترة زمنية واخدنا ماضي مستمر لانه الحدث يقبل الاستمرار وانما نون فعل خبري تقريري من افعال الادراك نو والمعرفة ما بيستخدمش في الاستمرار عشان كده بستخدم هاد نون كمان اذا ذكر عدد مرات الحدث ما بستخدمش الاستمرار اوكي سبعة وتلاتين نقط تصريف ثالث يبقى انا ناقصني هنا ايه هاد وبفور بعدها ماضي بسيط تمانية وتلاتين نقط ترافل ترافل ابرود هنا باتكلم عن المدارع التام خبراتك السابقة وما فيش جملة ماضي بسيط زي سبعة وتلاتين اللي هي تقاعد ولكن الجملة ما فيهاش ماضي يبقى مدارع تام ها فيو افر ترافل ابرود هل سبق لك ان صفرت الى الخارج تسعة وتلاتين نقط you ever travel ابرود طيب نخلي بالنا ده مصدر مصدر يبقى مدارع بسيط do you ever do you ever اربعين i lost so aya yesterday اخر مرة شفت ايا مبالع i no got here since 2021 طبعا هنا عندك في الاختيارات i haven't seen و i hadn't seen لو بسنا للجملة التانية منفصلة عن الجملة الاولى يبقى since و نقطة بداية الحدث تنفع مدارع تام ولكن الجملة الاولى في الماضي اخر مرة رأيتها امس يبقى الحدث انتهى ملوش علاقة بالحاضر المدارع التام بدأ ولم ينتهي حتى الان او تم وله تأثير على الحاضر ولكن yesterday اثبتت ان الحدث بدأ وانتهى في الماضي يبقى الكلام على الماضي يبقى الناحية التانية سبق لي معرفتها منذ عام 2021 يبقى ماضي تام نخلي بالنا من الجملة اللي فيها تريك مهم جدا وبسيط والدليل بتاعي وجود yesterday او last year يبقى الحدث خلاص last week الحدث خلاص انتهى يبقى الجملة في الماضي التام 41 اي نقطة اية since 2021 انا ما شفتش اية من عام 2021 هنا ما فيش حاجة بتدل على ان الحدث انتهى في الماضي وانما هنا بتكلم عن لم اراها منذ 2021 وحتى الان يبقى هنا مدارع تام حدث بدأ ولم ينتهي حتى الان يبقى مدارع تام حدث بدأ ولم ينتهي حتى الان I haven't seen لم ارى اية 42 it was the first time كانت اول مرة we no got visited the museum it was ماضي بسيط تعبر عن التمام وانتهاء الحدث had ever visited منفعش طبعا زمن المضارع التام عشان it was the first time كانت اول مرة 43 my brother is sad نخلي بالنا الساد حزين الان يبقى فيه حدث تم ولوه تأثير على الحاضر يبقى مدارع تام مش مضارع مش ماضي تام has broken لانه قسر موبايله has broken له تأثير على الحاضر انما لو كانت my brother was sad كان حزينا يبقى بيكوز الحدث الاسبق ماضي تام السبب سبب الحدث التاني الحزن لو كانت ووز وانما في المدارع يبقى باستخد مدارع تام 44 oh i نقط my mobile what can i do what can i do بتدل على المدارع يبقى i have broken حدث تم منذ فترة قصيرة ماذا افعل الان او له تأثير على الحاضر 45 nothing like this نقط to hear nothing like this نقط to hear يبقى تعبر عن خبرة has ever happened مدارع تام وما استخدمش الماضي التام ما فيش ترتيب احداث او شوء يدل على الماضي التام بستخدم مدارع تام تعبر عن الخبرة has ever happened 46 احمد نقط لندن he is going to return to كايرو next week هيرجع next week الاسبوع القادم يبقى زهب وعاد وزهب ولم يعود زهب ولم يعود has gone to وانما has been to has been to لندن بتبقى معناها has been to زهب وعاد ولكن هو بيقول he is going to return سوف يعود يبقى زهب ولم يعود has gone to 47 علي isn't here علي ليس هنا he no got to the park طيب هو مش هنا يبقى لسه مرجعش يبقى has gone إنما لو كان رجع كان has been 48 since he no got this school he has made a lot of achievements قدم الجملة التانية المفروض أقول he has made a lot of achievements since he joined since يأتي بعدها جملة ماضي بسيط وإنما بدأنا بالsense منذ أن التحق بهذه المدرسة عمل إنجازات كثيرة يبقى joined he is starving since he no got eaten nothing for two days هو starving يتدور جوعا since لأنه طب هنا is starving مضارع بسيط he no got eaten nothing لم يأكل شيئا مضارع تام لأنه هنا في is يبقى حدث له تأثير على الحاضر طب لو he was starving since يبقى بعدها ماضي تام طب لأنه nothing الجملة منفية يبقى has eaten nothing لم يأكل شيئا a long time has passed وقت طويل مر منذ I نقط مايار since I منذ أن I saw مايار منذ أن قابلت مايار ودي جملة في الماضي البسيط 51 50 have you نقط سق زيق since you were born since بعدها ماضي بسيط since you were يبقى هنا عندي مضارع تام have you been in I can't believe it أنا لا أستطيع أن أصدق have you eaten all the food have you eaten مضارع تام وفي نهاية سؤال المضارع التام إما أستخدم yet أو already وهنا طبعا المعنى already بالفعل هل أنهيت أكل طعامك بالفعل أنا لا أصدق already تستخدم مع وجود مفاجأة في الجملة أو في السؤال 53 ايجبت نقط much over the years over the years من دلائل المضارع التام كمان ما ننساش so far من دلائل المضارع التام ما ننساش recently and lately مؤخرا من دلائل المضارع التام يبقى has changed تغيرت مصر عبر السنين 54 ات نقط 10 years since من الجملة الهمة جدا وقاعدة مهمة it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's فترة زمنية 10 years يبقى it's c is فترة زمنية since ماضي بسيط 55 صلاح has been training hard has been training hard مضارع تام مستمر present perfect continuous نقط the last match the last match he played last week المباراة التي لعبها الاسبوع الماضي يبقى since the last match منظر نقطة بداية الحدث 56 it's very hot in the house الدنيا حر جدا في المنزل قرار مفاجئ يبقى i will turn والزاء ده المصدر الدنيا حر في المنزل سوف أشهل التكييف قرار مفاجئ where are all these people going where are all these people going أين يذهب هؤلاء الناس to the park إلى الحديقة ده نقط some new trees they are going to plant يبقى هنا على وشك الوقوع حدث على وشك الوقوع وفيه تخطيط are going to plant سوف يزرعون بعض new trees الأشجار أوكي 58 لسن زر السم one add the door في حد على الباب i نقط the door for you طبعا قرار مفاجئ يبقى i will open في القرارات المفاجئة في الحقائق المستقبلية العمر في التهديد الوعد التنبؤ بدون دليل بستخدم والزائد المصدر 59 a lot of people are waiting for the museum to open كثير من الناس ينتظرون المتحف أن يفتح إت نقط بيزي زير توداي طيب كلهم مستنين المتحف أن يفتتح أو أن يفتح إت نقط بيزي زير توداي هنا لا تكون متأخر زباس نقط تن كلوك مع المواعيد المخططة في جداول زمنية المباريات الأفلام الحصص الدروس الأفلام المواصلات العامة بستخدم مدارع بسيط بمعنى سوف يبقى ليفز زي بص ليفز يغادر أو سوف يغادر أت إجزاكت لتن كلوك الساعة العشر 61 61 مش هنقدر نستخدم فاصل رقم خمسة tomorrow بيكوز زي نقط يبقى هنا حدث سبقه إعداد وترتيب وإحنا عارفين إنه مش هنستخدمه يبقى هما مستعدين لتلوينه أو دهانه يبقى مدارع مستمر يعبر عن المستقبل الذي سبقه إعداد وترتيب 62 I nukat london next week end I have already booked the tickets هنا في إعدادات إنه نحجزت التذاكري يبقى I am visiting مدارع مستمر ويحبر عن المستقبل 63 We nukat dinner العشاء at a nice restaurant on Saturday but we haven't booked a table yet لم نحجز حتى الآن يبقى we are going to have هنا خطة plan nia intention أو خطة this time next year I'll هذا الوقت العام القادم مستقبل مستمر I'll 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 living I'll be living مستقبل مستمر future continuous will be زائد I NG 65 65 maryam لم تسامحوا حتى يعتذر على أخطاءه نقطة زمنية محددة في المستقبل يبقى مستقبل تام قبل نهاية هذا القرن سوف يجدوا أو سوف يكون هناك حيوات على كواكب أخرى يبقى باي زائد نقطة زمنية بتعبر عن المستقبل التام والهافزة للتصريف التالت للفعل سوف نحتاج أن نستريح يبقى هنحتاج أننا نستريح لأننا هيكون سبق حدث المستقبل التام إنه إحنا هنكون قدنا السيارة لمدة خمسمائة ميل تمانية وستين تعال الساعة تمانية بخصوص بحلول هذا الوقت بحلول هذا الوقت سوف نخرج يبقى بهذا الوقت مقصود بالساعة تمانية مستقبل يبقى باستخدم المستقبل التام استخدم المستقبل التام تسعة وستين إنني أنظف المطبخ بايدة طايم مدارع بسيط يبقى الناحية التانية سوف يكون نظيفا إنما الجملة اللي بعدها أنا بعبر عن انتهائي من إتمام الحدث بمجرد وصولك يبقى زائد التصريف التالت مستقبل تام طب إيه الفارق ما بين تسعة وستين وسبعين الجملة الأولى بتعبر عن إتمام الحدث بوجود صفة أوكي فما استخدمتش مستقبل تام استخدمت will be طب will be تنفع بعد buy مدارع will be آه طبعا buy the time win after مدارع بسيط مدارع تام يديني وال زائد مصدر طب كمان تنفع will have زائد تصريف التالت بعد الرابط الزمني ومدارع بسيط أو مدارع تام آه تنفع ويكون المستقبل التام يعبر عن إنه هو بقي الحدث الأول الأسبق يبقى الحدث الأسبق لوصولك هو تنظيفي يبقى تحضر عندي هيكون بردو spotless بدون أي بقع أو نظيف أوكي نفس المينينغ ولكن باستخدام المستقبل بسيط مرة والمستقبل التام والمستقبل التام مرة أخرى 71 don't phone between seven and eight ما تتصلش من الساعة سبعة لثمانية أكيد هيكون فيه مستقبل مستمر اللي هو تناول العشاء فمش هستطيع الرد عليك I'll be having أو we will be having سوف نكون في حالة تناول العشاء مستقبل مستمر will be زائد I in جي 72 phone me after eight o'clock اتصل بي بعد الثامنة dinner by then by زائد then هنا بتعبر عن أنه هكون انتهيت من حدث تناول العشاء I'll have had we will have had هنكون تناول تناولنا العشاء وانتهينا من ده فاتصل بعد الثامنة هنكون انتهينا من العشاء يبقى المستقبل التام يعبر عن انتهاء وكمال الحدث في المستقبل انتهاء وكمال الحدث في المستقبل اوكي 73 I can't travel at 8 a.m. tomorrow as I not got a meeting أنا لا أستطيع أن أسافر الساعة التاسعة يبقى أكيد في استمرار في المستقبل حدث مستمر يعطلني عن المقدرة على السفر يبقى بستخدم هنا will be having مستقبل مستمر ومستقبل المستمر هنا بيعبر عن استمرار الحدث في المستقبل ولا أستطيع أن أسافر التاسعة لأنه هكون مستغرق في أداء حدث آخر وهو الاجتماع 74 74 once داليا نقط somewhere to live she will send me her address سوف ترسل لي يبقى الجملة التانية سوف ترسل لي عنوانها بمجرد أن تجد مكان تعيش فيه يبقى she will send me وعندي رابط زمني يبقى مدارع بسيط أو مدارع تام وبعدين will المدارع البسيط موجود لا موجود المدارع التام آه has found يبقى مجرد أن تجد مكان اللي تعيش فيه she will send سوف ترسل لعنوانها واحد صاحب العمل نقط علي صاحب العمل أو منظمة العمل نفسها علي works for is a big organization طب هو عرفها هنا أنها غير عاقل يبقى ويتش علي works for طب لو كانت هنا عرفها على أنه a kind man مثلا رجل طيب يبقى الامبلاير هنا هياخد who علي works for الذي يعمل الذي يعمل علي أو لحساب حالي ولكن هنا عرفها على أنها organization منظمة يبقى بتاخد ويتش لأنها غير عاقل أوكي number two the man نقط the car was stolen السيارة سرقة called the police called the police اتصل بالشرطة طيب أصلي الكلام كان the car was stolen from the man السيارة سرقة from the man يبقى the man from whom ونخلي بالنا أنه طالما في حرف جر منفعش استخدم who يبقى from زائد whom لا تستخدم حرف جر أمام اله يبقى الذي منه سرقة السيارة اتصل به ده police الشرطة الزقذيك is the city الزقذيك ده مكان طالما حرف الجر موجود يبقى بالطبيعي أنه المكان بياخد ولكن وجود حرف الجر يبقى لأن مع حرف جر تساوي وير لا تستخدم إذا وجد حرف الجر كممكن استخدم إذا كان الزقذيك is the city where my grand parents جدودي where born بدون حرف جر ولكن للن هنا بستخدم وتساوي للمكان هذا هو الكتاب the hero جايز to the طبعا هنا الذي فيه غير عاكل عملها اللي أخذ كتير من حياتها الشخصية يتم تقديره هذه الأيام يبقى خلي بالنا طالما في جملة اعتراضية يعني كده وبينهم جملة ما بستخدم شي في الحالة دية كبديل للويتش أو للهو وإنما بستخدم الويتش أو اللي هو بالتحديد لكن لا تستخدم ذات في الجمل الاعتراضي ستة the shop نقط I visited last week has some great souvenirs به هدايا توسكرية قيم the shop I visited last week يبقى I visited the shop كشيء وليس كمكان يقوم فيه نشاط يبقى بتاخد ويتش ويعتبر المكان هنا شيء غير عاقل the shop وبستخدم which أوكي سبعة the palace القصر نقط is near my house is more than 200 years old القصر اللي قريب من منزلي عمره أكثر من 200 عام يبقى هنا بتكلم عن القصر كوصف لما بوصف يبقى هنا لما باتكلم عن the palace القصر على أنه مكان بيوصف باستخدم باعتبره غير عاقل وبياخد z أو which أن المكان إذا كان بيوصف بيباع بيشترى بيهدم بيبنى بياخد which إنما المكان إذا كنت بقى أؤدي فيه نشاط اللي أقيم من أجله المكان مثلا مدرسة أقابل فيها أصحابي أتعلم فيها نادي ألعب فيه هنا باستخدم المنزل أعيش فيه مدينة أولد فيها باستخدم المكان على أنه مكان بياخد ويع أوكي تمانية علياء نقط جيدة في التنس يبقى علياء هوس جيدة مع أختي بتكون هو إس أوكي الشركة نقط إكسبورتس الشركة نقط إكسبورتس إكسبورتس هنا مش فيرب آر لأنه بعدها في فيرب آر يبقى إكسبورتس اسم صادرات مش يصدر يبقى الشركة اللي صادرتها جيدة ورسيف برائز هتستلم جائزة يبقى هوس إكسبورتس اللي صادرتها عشرة نقط ميكس ماي تيتشر أنجري جعل أستاذي غاضبا إزت I didn't يبقى ما جعل طالما الترجمة ما يبقى بستخدم what what ما يجعل أستاذي غاضبا هو إنني I didn't take the test have you seen هل رأيت نقط she bought from the book fair هل رأيت ما اشترته لما كون الترجمة ما يبقى what ميسيز دعاء has got here B H درجة الدكتوراه نقط we all congratulated here هن ناها on on the B here PHD يبقى هنا on حرف الجارب on which التي عليها قد تمت تهنيئتها أوكي 13 13 the novel نقط by نجيب محفوظ which was written يجوز حسف ضمير الوصل which we and verb to be ونبقي على التصريف الثالث فقط للفعل written المكتوب القصة المكتوب أو رواية المكتوبة بسطة نبيل فاروق was about a group of spies مجموعة من الجواسيس كانت عن مجموعة من الجواسيس يبقى which was written يمكن الاستغناء أو حذف ضمير الوصل إذا جاء بعده verb to be زائد baby verb to be زائد صفة أو زائد اسم موصوف أو زائد حرف جر ونبقي على حرف الجر أو الاسم الموصوف أو الصفة أو البي بي كرابط أوكي هنشوف كمان أسألة على المعلوم والمجهول one a one booklet a one has نقط recently has been زائد التصريف التالت نشرة حديثا أو مؤخرا unfortunately لسؤال حظ our petrol نقط out has run out لقد نضوب has run out تلاتة unfortunately our petrol نقط fully used used تصريف ثالت يبقى has been fully used نفوز أيضا أو استخدم وانتهى تماما أربعة I fastened my seat belt ربط حزام الأمان then the plane نقط took off الطائرة أقلعت خمسة drive carefully قد بحرص here هنا because the road نقط is being repaired يصلح الآن وبقولك be careful أو drive carefully الآن يبقى الحدث في المدارع المستمر أم زائد التصريف الثالث المدارع المستمر في المبني المجهول ستة I still remember نقط a prize by Mr. نبيل when I came first in English أنني أتذكر remember إما يأتي بعدها تزائد المصدر أو ing وتزائد المصدر يتذكر قبل أن يفعل الحدث إنما remember ing يتذكر الحدث الذي تم فهنا بقول أنا ما زلت أتذكر إعطاء الجائزة طيب I still remember أنا الذي أعطيته by Mr. نبيل يبقى مبني المجهول I still remember paying given أول rubbish الكمامة نقط every week every week مدارع بسيط يبقى I am is are زى التصريف ثالث rubbish لا معدود is collected يعني تجمع كل أسبوع when the police arrived at the bank عند مصلت الشرطة إلى البنك they realized that the money المني هو المفعول طيب أدركوا إنه الحدث تم أسبق من وصولهم يبقى موضي تام مبني المجهول had been زى التصريف الثالث had been taken تسعة this article هذا المقال is for all those who have had the honor of نقط teacher هذا المقال لأولئك الذين يتشرفون بلقب معلم the honor of being called being of زائد الفيرب مضاف لأين جي طب مبني المجهول بقى زائد التصريف الثالث عشرة she always likes لايكس يأتي بعدها تو زائد المصدر إذا كانت تعبر عن حدث محدد في وقت محدد وتعبر عن إذا كان بعدها تعبر عن الحدث بشكل عمومي هي دائما تحب نقط أن يتم التحدث لها بشكل مهزب صحيحة و هنا مش موجودة يبقى أن يتم التحدث إليها كل المجهودات التي عملت بواسطة مدرسين يجب أن تقدر يبقى ميد وأصل الكلام which are made حزفة الويتش والار وبقية made في التصريف الثالث والبوليس من الأسماء وبيبل من الأسماء التي تعامل معاملة الجامع باستمرار يبقى بتأخذ ويرزائد التصريف الثالث أعلم of the crime بالجريمة بمجرد أن ارتكبت ثلاث تلاث تلاث بالجملة في زمن الماضي البسيط أربعتاشر يعتقد أنه الجملة في الماضي يبقى زائد التصريف التالت ومبني المجهول يبقى زائد التصريف التالت بمجرد بمجرد الطبيب to be seen by the doctor but it was not possible لم يكن متاح اوكي الكلام الغير مباشر واحد دينا انفورمد اس اعلامتنا دينا زن كانت في الاصل احنا عارفين انو زن بتحول من ناو الى زن يبقى كانت فين في المدارع المستمر ناو يبقى هتتحول بعد فك الاقواس ما فيش اقواس وعندي انفورمد اس زت سد او انفورمد اس زت او طولد اس زت دي جملة خبرية منقولة والزت هي الرابط وما فيش اقواس يبقى باختار الزمن الاقدم يبقى ووز كراينج والدليل بتاعي زن انها كانت ناو مدارع مستمر حول الى ماضي مستمر اتنين اخبرنا المعلم الارض نقط من قواعد عدم تحويل الزمن داخل الاقواس اذا كان فعل القول برر اقواس مدارع او كمان كان في جست ناو قيلة منذ فترة قصيرة او ان كان جملة القول حالة اف التانية او ان كانت جملة القول حقيقة علمية فلا تحول الازمنة داخل الاقواس ثلاثة سألته والرابط وبعد الرابط يأتي فاعل تأتي الجملة مرتبة ترطيب طبيعي فمثلا لو كان عندي هاد مش هتنفع نامبر اي مش هتبقى بعد وقت فاعل مساعد لان ده مش سؤال دي اداة رابط يبقى بعدها فاعل طيب بقى جملة since he left school يبقى اصل الكلام كان مدارع تام يبقى يحول الى ماضي تام او اذا كان مدارع تام مستمر يحول الى ماضي تام مستمر يبقى he had been dying اوكي اربعة عماد told me that اخبرني عماد that he انه نقط basketball the day before the day before اصل الكلام كان يستردي حولت الى the day before يبقى الفيرب بدل ما كان في الماضي البسيط مع yesterday هيحول الى زمن اقدم منه الماضي البسيط يحول الى الماضي التام had played my brother asked me if we if بعدها بعد الرابط if الفاعل to the park يبقى سألني if we should go to the park طيب كان اصل الكلام shall we اقتراح shall تحول الى should can تبقى could will تبقى would shall تبقى should ستة نوها اسكت مي نوها اسكت مي سألتني where اه بعد الوير يأتي فاعل كل الجمل زي ما احنا ما شايفين بدأ بمساعد يبقى الجملة الاولى هي الوحيدة الصحيحة i have i had had الجملة الاولى هي الوحيدة يبقى الجملة الاولى هي الاول الوحيدة الصحيحة i had had لانها بدأ بفاعل لان وقت الرابط طالما ما فيش علامة استفهام question mark الكلام محول من مباشر الى غير مباشر يبقى بعد الرابط يأتي فاعل اوكي هنشوف مع بعض countables and uncountables المعدود واللا معدود politics السياسة politics علم السياسة طبعا الاسماء التي تنتهي باس في العلوم وفي الخاصة بالدراسات تعطى تعامل معاملة المفرد يبقى كل الكلمات ديات تعامل معاملة المفرد يبقى عمل معقد الشرطة الشرطة تعامل دائما جمع يبقى 50 باونز خمسين من الجنيهات الوحدات القياسية خمسين جنيه ست لترات من البنزين خمسين كيلومتر كل المساحات والمسافات ووحدات القياس تعامل معاملة المفرد لانها تعبر عن وحدة واحدة يبقى 50 باونز isn't لا تكون مش كتير عشان تتفحها في تمان كتاب اوكي لانها واحدة واحدة اربعة كان اي برو يور سيزارز هل استطيع ان استلف المقص ماين نقط شارب انوف ماين تعود على سيزارز وسيزارز اه تعتبر كلمة جمع لانها مكونة من جزئين يكونوا منتج واحد شوز سيزارز جلاسز نظارات كلها بتستعامل معاملة الجامع يبقى ماين ارينت شارب انوف ليس احد بما يكفي هاو نقط كوفي كوفي اسم لا يعد يبقى هاو متش هاو نقط كبس اسم معدود كبس فناجين القهوة التي اخذتها اليوم يبقى هاو مني مع المعدود دونت هاري لا تسرع زرز نقط تايم تايم اسم لا يعد متش واذا جمعت كلمة تايم تترجم مرات مانية دي اسم قصة اسم قصة فيعامل بالرغم ان جاء في سيخة الجامع ولكن اسم قصة فتعامل معاملة المفرد قصة هي قصتي المفضلة نشوف الارتكيلز الادوات الديبكي is نقط يونيفوريستي ستودنت is نقط يونيفوريستي ستودنت ده الاسم العائد على اسم الشخص نعون ستودنت تلميذ طيب مصبوك بيونيفوريستي يونيفوريستي مبدو ابل يو ومنطوقة يو يبقى هنا حرف ساكن في النطق تاخد اي نقط ابلز are good for health الاسماء الجامع اذا بدأنا بيها وبنعبر بيها بشكل عام على شيء يبقى لا تأخذ ادوات او الابلز التفاح are good for health هو جيد للصحة اسم جامع لا يأخذ ادوات وكذلك الاسماء التي لا تعد لا تأخذ ادوات اذا كانت تعبر عن شيء عام لا تأخذ الزهد طبعا هي مش هتأخذ اي ولا اان اللا معدود لانها لا تأخذ اي او اان لانه الاي والان معناهم one يعني واحد للمفرد المعدود فقط حداشر he has bread and jam for breakfast he has bread and jam معه خبز ومربة والاثنين لا معدود يبقى او ارتكن i think education is something all people should value education اسم يعبر عن شيء عام يبقى بدون ادوات my parents wanted me to have نقط good education طيب good education هنا نوعية تعليم معينة يبقى a good education اذا سبقت بصفة وتعاملنا معها لانها نوعية تعليم يبقى a good education اربعتاشر طبعا اشياء العلم زي زنايل تأخذ ده وكل المسطحات المائية بتأخذ ده ما عادة عن البحيرات لك ناصر لك ادكو ما بتاخدش زه انما كل المسطحات بتأخذ ده the government built نقط school in our city a school بنت مدرسة a school there is نقط computer in my room a computer people in نقط يوروب speak mini language طبعا يوروب ده اسمي كرة يبقى بدون ادوات بدون ادوات لنستخدم الادوات امام الكاردرات طبعا يوروب بيان كنتري كنتري اسمي مفرد عايز اي او ان طيب يوروب بيان مبدوقة بالايو منطوقة يو 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 يبقى منطوقة ساكن تبقى ايوروب بيان كنتري he has put اشترى نقط ام بيسري اي اي الاي sound يعتبر حرف متحرك في النطق اي ام بيسري اسم اس برضو نفس الفكرة اسم اس برضو بتاخد ان وهنا ام بيسري بتاخد ان there is a school for نقط blind العميان للصفات بنستخدم ذا لتدل على كل افراد الصفة يبقى في مدرسة للعميان في مدينتنا i'm hungry i want to have lunch now الوجبات لا تأخذ no article لا تأخذ اي ادوات lunch breakfast dinner لا تأخذ اي ادوات هنشوف الكونتفايرز مع بعض واحد نقط sport has something special بها شيء مميز i don't think لا اعتقد i have a favorite اني عندي واحدة مميزة من هذه الرياضات يبقى هتكون every sport every sport لانه sport مفرد every زائد مفرد has something special every sport اتنين نقط cats have tails cats جامع يبقى all cats والفعل في صيغة الجامع ثلاثة mary has two brothers معها اخين but they are not good at basketball because neither is tall نيزر من الاتنين يبقى neither is نخلي بالنا اذا كانت نيزر في جملة كاملة يبقى بربط نيزر بنور مثلا نيزر عمر nor his friends are late ونخلي بالنا ان الفيرب يتبع الفاعل الاقرب يعني ما اقول نيزر عمر nor his friends يبقى فرنسي جامع or late لكن لو قلت نيزر my friends nor عمر is late يبقى الفاعل يتبع الفاعل الاقرب اربعة we only need نقطة help help لا تعدي يبقى a little help اوكي فادي wants to study either english or لانه عندي or يبقى either or اوكي my mother gave نقط child add party a small present باستخدم هنا مع child مفرد each طيب ما احنا بنستخدم every مع المفرد ولكن every مع المفرد ككل يعني لو ما اقول every sport كل الرياضات انما each child يعني كل واحد على حدة اعطت each child كل طفل على حدة a small present سبعة نقط نقط women women مفرد يبقى not every women ليس كل امرأة in our society has a job اوكي بيتكلم بصفة عامة تمانية she is enjoying هي تستمتع her new job because نقطة day of the week of the week يبقى every day of the week كل ايام الاسبوع وكل يوم من ايام الاسبوع every granny says my brother can granny says that my brothers and I can نقط take a cake يبقى my brothers and I كل واحد على حدة يأخذ cake from the kitchen يبقى ياخد كعكة من المطبخ يبقى each عشرة there are two restaurants by the park يوجد مطعبين بالقرب من الحديقة and they are نقط very good طب دول two restaurants اتنين يبقى باستخدم post باستخدم في المعنى في المينينج وده كله بيبقى موجود في جداول وسهل حفظه اوكي my admitted يأتي بعده ing باستمرار it was strange in England because we were not used two people نقط cars on the left driving were not used to used to وقبلها be يبقى الفرب مضاف له ing stop يأتي بعدها اما تو زائد المصدر او ing ولكن اذا كان تو زائد مصدر يتوقف لكي يفعل شيء stop زائد ing يتوقف عن فعل الشيء طب الجملة بتقوله when the children stopped نقط everyone جميع صفق يبقى عندما توقفوا عن الغناء عن اداء الحدث انما لكي يتوقفوا ليفعلوا الحدث يبقى تو زائد المصدر اربعة she stopped نقط and put down here pin ووضعت قلمها يبقى توقفت عن writing الكتابة كانت تكتب ووضعت قلمها على ايه على المنددة put down تركت قلمها كانت بتكتب يبقى توقفت عن الحدث الذي تقوم به يبقى ing انما يتوقف لكي يفعل شيء يبقى تو زائد مصدر خمسة my uncle doesn't enjoy 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 باستمرار ing driving avoided يأتي بعدها ing باستمرار يبقى بعض الافعال لابد ان يأتي بعدها ing بعض الافعال تو زائد مصدر لكن بعض الافعال سيستوب regret forget remember ممكن ان يأتي بعدها تو زائد مصدر او ing مع اختلاف في المعنى السبعة i forgot نقط my friend last week i should have done this كان يجب ان افعل هذا يبقى نسيت ان افعل الشيء يبقى تو زائد مصدر انما لو نسيت الشيء بعد فعله يبقى ing يبقى نسيت ان اتصل بصديق الاسبوع الماضي i should have done كان يجب ان افعل ذلك they expect thousands of people expect تو زائد المصدر practice ing كمان allow ing ing our teacher of english allows يسمح بي الverb هنا مضاف له ing انما ممكن استخدم allow مفعول تو زائد المصدر our teacher of english allows us قد المفعولة هو يبقى تو زائد مصدر انما لو allow مباشرة من بعدها الverb يبقى ing اتناشر everyone objects object تو زائد ing والتو هنا مش مصدرية وobjects to زائد الverb مضاف له ing imagine fancy يأتي بعدها ing i regret نقط my lessons i got really bad marks انا حصلت على درجات سيئة يبقى اندم على فعل الشيء بعد فعله يبقى neglecting اهمال دروسي انما regret تو زائد المصدر يندم انه مضطرا سيفعل شيء اوكي خمستاشر i regret نقط that اندم ان اخبرك او اقسف ان اخبرك انك رسبت في الامتحانات يبقى اندم ان افعل شيء مضطر يبقى تو زائد المصدر ونكملين مع بعض كل grammar المنهج ان شاء الله واهم النقاط اللي ممكن تريد لنا في امتحان نهاية العام بكل التوفيق لكل الطلبة ان شاء الله model verbs الافعال الناقصة طبعا افعال النقصة بيكون لها استخدامات متنوعة وكل verb بيكون لي معنى في الاستخدام وهنتعرض للضرورة والالزام والنصيحة وهنشوف مع بعض السماح كمان والاقتراحات في الافعال الناقصة واحد i not got walk home yesterday as i lost my money انا فقدت فلوسي بقى كنت مضطر اني باضطرار في الماضي i had to كان يجب ان امشي الى المنزل كنت مضطر ان امشي الى المنزل يعني ارجع الى المنزل سيرا على الاقدام لاني فقدت ايه اموالي سوف تنتظر والدها نسيت المفتاح بتاعها يبقى شي نقط كان يجب ان تحضره شي لم تفعله وكان يجب ان تفعله تلاتة ات نقط have pain cold there ده استنتاج there is snow يوجد جليد على الارض يبقى it must have pain cold لابد انها كانت باردة يوجد جليد يبقى الدنيا كانت بارد وفي هنا استنتاج قوي عن الماضي must have زائد التصريف التالت لابد انها كانت اربعة the meal was for free today الوجبة كانت مجانية you no got paid for it you needn't have paid في الماضي نفي الماضي للضرورة needn't have زائد التصريف الثالث لم يكن ضروري ان تدفع لانها كانت مجانية you should have saved your money كان يجب ان توفر اموالك خمسة hair watch no got half cost a lot of money it's made of gold مصنوعة من الذهب والاستنتاج في الماضي لابد انها كانت يبقى must have cost لابد انها كلفت كثيرا من المال we didn't have a test today ما عندناش اختبار النهاردة we didn't have a test today ما كانش عندن اختبار so i no got for it last night i نشوف الاختيارات needn't have revised or didn't have to revise طبعا هنا عندي needn't have revised هنا عندي needn't have revised لم يكن ضروري ان اراجع للامتحان لم تكن هناك ضرورة في الماضي سبعة when you go to alexandria لما تروح الاسكندرية you no got visit تزور the library it's amazing هنا must تمانية it no got difficult to climb ان تتسلق التل there are small children at the top في اطفال على قمة التل يبقى هل من الصعب انك تتسلق لا طبعا can't be لا يمكن ان تكون صعب التسلق او لا يمكن ان يكون التسلق صعب تسعة the boys no got to have made so much noise in the library الاولاد لا يجب ان لا يجب ان يبقى odd not to زائد المصدر والاسبات odd to زائد المصدر the sign العلامة عشرة in the park says that people نقط walk on the grass طبعا اللافتة طالما في لافتات يبقى في fine ورامة او في عقاب يبقى mustn't باختار الاختيار الاخير دي mustn't walk لا يجب an وده proportion من اوكي متابعين مع بعض وهنشوف الادجكتف الصفات والظروف نمبر نمبر نقط انس انت دائما ناجح هل انت تكون اميزد مصدر مصدر الصفة مصدر الصفة فاذا كان العاقل هو مسبب الصفة او مصدر الصفة او يحمل الصفة بدله انما اذا كان هو المتأثر بالصفة بياخد والغير عاقل اذا كان متأثر بالصفة بياخد يعني هنا انس عاقل ولكن هو هو اللي ممتع بقى لانه هو دائما ساكسسفل اكي ما تخلي بالنا هي مش قصة عاقل وغير عاقل وانما مسبب الصفة بياخد اي 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 جي اللي واقع لتأثير الصفة بياخد اي دي اوكي نقطة كارز ار تشيب ناوديز السيارات المستعملة يبقى يوست كارز السيارات المستعملة ويوست هنا كصفة لكارز بعض البنوك تساعد الفقراء طبعا ماديا financially اربعة نقطة امبروفد يعني تحسن بشكل دريجي وده ظرف بيصف طريقة التحسن وقبل البي قبل الverb وقبل الverb نستخدم الظرف خمسة طبعا جود نوعية التعليم جيد if you are نقط educated well educated دية صفة معناها حسن التعلم you have had a good education يبقى عندك تعليم حسن سبع he won he won a prize for a collection of short stories about نقط and disabled about نقط and disabled disabled يعني المعوقون and the poor the poor الفقراء يبقى دازة الصفة تعبر عن كل افراد الصفة could you open the window please ممكن تفتح الشباك it's getting زائد صيغة مقارنة هوتا انها تصبح بعد الجت يبقى صيغة مقارنة it's getting هوتا تصبح اكثر سخولة all his stories كل قصصه weren't all نقط accurate historically accurate وده ظرف انها غير دقيقة من الناحية التاريخية the more people قاعدة كلما كلما زى more مقارنة يبقى الناحية التانية مقارنة يبقى زى cheaper اما er او the more اوكي ومع ده ما بستخدمش est او the most هنا لانه دي قاعدة خاصة بتعبير كلما كلما الناحية الاولى في الجملة الاولى ده زى more او er والناحية التانية ده او صفة زائد er french is not easier than chinese ممكن اضيف قوة للصفة في المقارنة باستخدام much او far اذا كانت اسهل بكثير يعني هنا بيقول لي الفرنسية اسهل بكثير من chinese وممكن اذا كنت عايز اقول اسهل بقليل يبقى little او a bit اوكي هنا باستخدم much او far بتدل على ان المقارنة درجتها اعلى بكثير الطرف الاول عن التاني ولكن اذا كانت اعلى بدرجة بدرجة بسيطة بستخدم a bit او a little اتناشر او a little a lot of money a lot of money a lot of money a lot of money for a five aah نقط old boy year مفردة لان هنا صفة فبعد five فبجبش الاسم جامع وانما على بعضها تبقى يبقى 30 جنيه هي كثيرة بالنسبة لسنوات بالنسبة للطفل عنده خمس سنوات 13 whose يأتي بعدها noun يبقى whose responsibility is لمن مسئولية to make sure التأكيد من ان الاطفال arrive safely يصلون المدرسة بشكل امن ايجيبش ايجيبش اربعتاشر ايجيبش ايجيبش ار نقط four responsible for صفة طبعا وبعدها for مسئول عظم i always find a train journey tiring find مفعول زائد صفة يعني اجدها مرهقة او متعبة اوكي هنشوف مع بعض استخدامات wish يتمنى وال wish تساوي if only لو واحد i have an old car معي او املك سيارة قديمة i wish i nقط modern one نخلي بالن ان الجملة الاولى في زمن المدارة i have an old car انا املك سيارة في المدارة البسيط انا اتمنى ان املك سيارة حديثة امنية في الحاضر يبقى بعد wish ماضي بسيط هاد طب اذا كانت امنية للمستقبل يبقى فاعل could او would زائد المصدر طب اذا كانت امنية عن الماضي شيء لم يتم تحقيقه في الماضي بس تخدم wish فاعل wish زائد ماضي تام اتنين اشعر بالمرض اشعر بالمرض انا اشعر بالمرض الان لان اكلت في الماضي بعد الحلوة او كثير من الحلوة بتمنى ان ما كنتش كالت في الماضي يبقى كنت اتمنى ان اكون مهندس really اي نقط ان انجينير اتمنى ان اكون في زمن الماضي البسيط يبقى بيتمنى على الحاضر امنية في الحاضر فيها صعوبة يبقى في الواقع هو لا يكون في المضارع البسيط اي نقط الانجينير number one اي وود هاف انرول on the اكاونت س كورس نقط اتس هاي كوست كنت اتمنى ان التحك انرول ان تساوي ولكن بسبب التكلفة المرتفعة يبقى لو لا لو تخلط الازرق مع الاصفر يو نقط يوجد حقيقة علمية بتتكلم عن خليط الالوان يبقى لو تخلط مضارع بسيط يديني مضارع بسيط حالة افر صفرية بتتكلم عن مضارع بسيط في فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط بمضارع بسيط وتعبر عن الحقائق العلمية كما تعبر عن الاشياء التي تحدث بتكرار number three نقط خطة واضحة او مناسبة جواب الشرط حالة افر التانية يبقى انا عايز في فعل الشرط ماضي بسيط طب افر مش موجودة يبقى اصل الكلام اف اي اف هي هاد اف هي هاد اذا كانت هاد من مكونات فعل الشرط في حالة افر التانية يجوز حسف الاف وتبديل الهاد مع الفاعل يبقى هاد هي ابروبل ابروبر بلان هاد هي ابروبر بلان طيب كمان الوير اذا كانت موجودة بفعل الشرط يمكن تبدلها مع الفاعل وحسف الاف في حالة اف التانية طيب هل يجوز استخدام هاد لو ما كانتش موجودة بفعل الشرط كبديل في الحالة التانية لا لا يجوز استخدامها يمكن استخدامها في الحالة التالتة لانه باستمرار فعل الشرط ماضي تام يحتوي على هاد زق التصريف التالت فيمكن تبديله بالفاعل ولكن في الحالة التانية الوير اذا كانت موجودة او الهاد موجودة يمكن تبدلها بالفعل. طيب الهاد لو ما كانتش موجودة لا يمكن استخدامها كبديل للاف. طب الوير يمكن استخدامها ايوة يمكن استخدامها. بمثال لو كان لعب حسنا كان فاس بالمباراة. طب الفعل بتاع وما فيش هاد. يبقى استخدم صيغة فاعلت وزائد مصدر. يبقى لو كان لعب حسنا. هي وضوين دا ماتش. اوكي. نمبر فور. اف احمد هاد رد دات بوك لو كان قرأ هزا الكتاب. هي نقط وات هابند اد دا اند. اف احمد هاد رد. ماضي تام يبقى جواب الشرط وود هاف نون وود هاف زائد التصريف التالت حالة تالتة. شرط خمسة ده جواب الشرط you can't go into the ميوزيام. بدون يأتي بعدها اسم او مضاف له اي اني جي. بدون شراء اتكت فرست. اوكي. اف وي بلانت مضارع بسيط جواب الشرط من المحتمل الحدوث will have cleaner air. اوكي. سبعة don't go to that restaurant لا تذهب الى هذا المطعم. نقط you like chinese food unless لو لم. unless you. طبعا كان ممكن تنفع if you don't like ما تروحش لو انت لا تحب لكن هنا اه جملة مسبتة يبقى انفي اداة الشرط unless you like chinese food لو لم تحب الطعام الصيني. اوكي. number one could you drive the dishes هل تستطيع تجفيف الاطباق? and put nukat way and put them. لانه هنا الاطباق جمع تعود عليها دم ضمير مفعول. اتنين مستر عسام gave us some advice. اعطانا نصيحة and we followed it. لانها تعمل معاملة المفرد. يبقى النصيحة بتاخد ضمير مفعول. ات. نقط 60 kilometers from here to zakazika. ات. انها تكون للمسافات وللوقت وللطقس نستخدم ات. اوكي. للمقادير ات. اربعة. it's easy to lose. من السهل ان تفقد نقط. يعني مزاج الشخص او حالته المزاجية عندما ينتقد. my cars bigger than نقط car. هنا اسم يبقى بستخدم صفة ملكية. بستخدم صفة الملكية. ازا كان يتبعها. نون. اوكي. ستة. معطفها رمادي. نقط is brown. ولكن ماين. ماين يعني معطفي انا ماين ضمير ملكية. ويستخدم ضمير ملكية كفاعل. فيش اي مشكلة. ماين. ولا يتبع باسم. ماين is brown. سبعة. she is a friend of mine. of mine. انها من اصدقائي. the united states is anxious to improve its image. اند. اه قلقة لتحسين صورتها في الشرق الاوسط. يبقى صورتها. اه صفة ملكية. يتبعها اسم. تسعة. if anyone comes in before i get back. لو احد اتى قبل ان اه اذهب الى ان ارجع. ask nukat to it. if anyone anyone someone no one اه everyone كل الكلمات العاقلة. اللي بيكون بهذا الشكل. يبتبدل بضمير في صيجة الجمع. zim. وانما ان كانت في اه غير عاقل. anything something everything. تبدل بضمير مفرد. عشرة. دمايس الفقران. squeaked. on seeing. عند رؤية نقط on water. زم سلفز. لان هنا دمايس اسمي جامع وجامعه اسكويد. دمايس اسكويد. on seeing نقط on water. يبقى اتسلف غير عاقل مفرد. رؤية نفسه في ضمير معكوس في الماء. شهد بهيف نقط بهيف يورسلف. وهنا بهيف يورسلف ده تعبير بمعنى اه تهزب او هزب سلوكك بهيف يورسلف. كوستش انتاج السؤال المزيل. number one is a book on the table. يوجد كتاب على المندادة. isn't there. كل الفاعل اه بيبدل بضمائر في السؤال المزيل. حتى this اه حسب العاقل او غير يعني اقول this is my brother. يبقى isn't he? this is a cat. isn't it? اوكي. يبقى this تبدل. this تبدل. ولكن there هي الضمير الوحيدة الذي لا يبدل. فthere is تبقى isn't there. وتنزل زي ما هي في السؤال مزيل. i am really late. نقط i. من الجمل الهمة جدا. i am really late. i am. اما تقلب aren't i. او حل اخر am i not. am i not. صيغة تانية am i not. او aren't i. اوكي. somebody is knocking at the door. شخص ما يقرع على الباب. somebody is. عامل معاملة المفرد من ناحية الفعل. ولكن الضمير العائد يكون في صيغة الجام. يبقى aren't they. verb to be aren't they. اوكي. the boy hit the the dog. الولد ضرب الكلب. hit the dog. وهت هنا في التصريف الثاني. يبقى الجملة في زمن الماضي البسيط. المساعد للماضي. did. طب الجملة مثبتة. يبقى المساعد معكوس. didn't he. didn't he. اوكي. خمسة. they should have arrived on time. كان يجب ان يحضروا في الوقت المناسب. shouldn't say. علياء isn't at school today. علياء is not. يبقى is she مثبتة. اوكي. number seven. want mind if i leave early. طبعا نخلي بالنا انه في حالة if بتعامل مع جواب الشرط. if في نص الجملة يبقى جواب الشرط. سهيلة want. يبقى will she. nothing was lost. نخلي بالنا انه nothing اصلا نفي للجملة. يبقى was هنا. مش هتحول wasn't يا جماعة. تبقى was لانها اصلا في حكم wasn't. في حكم نفي عشان وجود nothing. لم يفقد شيء. يبقى was it. اوكي. we don't think. نخلي بالنا من جملة think. اذا كان we او i think. يبقى بتعامل مع الجملة الثانية. اما اذا كان اي ضمير غير مع think. يبقى مليش دعوا بالجملة الثانية اتعامل مع think نفسها. بمعنى ايه. we don't think. يبقى هتعامل مع he will. يبقى want he. اوكي. طيب. كمان هنا فينا في don't don't think. يعني الجملة اصلا منفية. النفي استخدمه في ال will تبقى will he. تنزل مسبتة. بالرغم ان هي مسبتة. مش هتنزل منفية. عشان don't think. طيب افرد كانت they don't think. يبقى كنا قلنا ايه. do they. do they. اوكي. hit bitter. طالما في bitter يا جماعة يا بوستر في d. had. يبقى had مسبتة. hadn't he. انما لو ابوستر في d rather. تبقى would. يبقى would. او wouldn't he. لو كانت rather. يبقى would. ان كانت bitter. يبقى had. حد عشر. you didn't eat that she's. انت لم تأكل. الجملة منفية يبقى didn't you. he has finished. طالما هنا بي بي. يبقى الابوستر في s. مش is. وانما has. يبقى ال has هتبقى hasn't he. hasn't he. اوكي. they hardly. hardly تدل على النفي. يبقى hardly نفية الجملة. كلمات زي little. hardly. scarcely. very seldom. rarely. بتدل على النفي. اربعة عشر. i must remember to phone. must تبقى mustn't i. ونخلي بالنا اذا كانت i need. تبقى don't i. don't i. انما i needn't. تبقى need i. i needn't. تبقى need i. عشر. i must remember to phone him more often. يبقى mustn't i. let's have some tea. ده اقتراح. في الاقتراح بنستبدل let's be shall. انما الامر العادي بنستخدم will you i want you. never stop trying. لا تتوقف عن المحاولة امر من فيه يبقى will you. we have no food. لا نملك طعام. يبقى هنا يا جماعة. الهاف ليست مساعد فمش هستخدم اه haven't او هاف وانا بستخدم do او don't مع الهاف لو جيت بفعلا يملك. يبقى نحن لا نملك طعام. يبقى. اه do don't don't we. مفروض do we do we. ان الجملة منفية. طبعا. وانتاشر. he has to work late tonight. يجب عليه ان يعمل متأخرا. يبقى هنا has to تبقى النفي بتاعها don't to doesn't. يبقى doesn't he. اوكي. i think he is clever. يبقى isn't he. isn't he. honey thinks english is easy. يبقى thinks مضارع. يبقى doesn't he. لما يكون think يا جماعة ما هفعل جر ايوي بشتغل على think نفسها. مع خالص امنياتي بالتوفيق والتقدم والنجاح thank you for watching and goodbye. بالتعلم على مث únعید شكرا